اشتركوا في القناة من قناة بيست اتر هنتعلم في برنامج ادو برمير برو سي سي 2019 الاصدار الاخير من الصفر للاحتراف يلا نبدأ اليوم اول درس معنا وهي وجهة البرنامج بنفتح البرنامج ويفتح معنا بالشكل هذا لاول مرة يوجد هنا معنا هوم اللي هي الصفحة الرئاسية كما هوا مبين امامنا وليرن هذه دروس مقدمة من شركة ادوبي وسينك ستنك هذه لو عندك ستنك جهزة وحيبتعملها امبورد لو عندك يوزر على كرياتف كلاود ويوجد هنا معنا اديو بروجيكت لعمل مشروع جديد او بروجيكت جديد ويوجد ايضا معنا اوبن بروجيكت لفتح مشروع كود تشغال عليه ويمكن ايضا فتح المشروع من هنا ايضا لكن اليوم سوف نتعلم ازاي نعمل مشروع جديد او بروجيكت جديد نضغط هنا على نيو بروجيكت تظهر معنا هذه النافذة بالشكل هذا ويوجد فيها الاسم اللي انت عايز تسميه بالبروجيكت اللي هو النام ويوجد ايضا اللوكيشن المكان اللي محتاج تسيبه فيه او تحفظه فيه وهذه مجموعة من الاعدادات سوف نتكلم عليها لاحقا ان شاء الله انا سوف اسمي الاسم تابعي باسم الاسم وان ثم نضغط على اوكي سوف تظهر معنا بالشكل هذا هذه مجموعة من النوافذ وهم ست نوافذ رئيسية واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة طبعا سوف نتكلم عن كل نوافذة على حدة لاحقا ان شاء الله يوجد ايضا لدينا مجموعة من القوائم والاوامر التي تسهل عملية الشغل file edit clip sequence markers graphics view window help ويوجد ايضا مجموعة من البانيلز مثل هنا source وهنا project lesson one و effects ويمكن ايضا اضافة اي panel او مسح اي panel سوف نتعلمها لاحقا ان شاء الله ويوجد ايضا هنا مجموعة من الworkspace الى التسهل عملية الشغل واذهب اليها على طول او direct مثل learning assembly eating color effects audio graphics libraries all panels launch ومجمع البرنامج البرنامج ادول bremere pro 2019 انتظروني في الدرس الثاني ان شاء الله سوف اتكلم فيه عن تكملة واجهة البرنامج وطريقة عمل امبورت للمواد او جلب المواد والملفات في هذه النافذة وطريقة وضعها على التايم لاين وعمل سيكونس جديد شكرا لكم وللقاء في درس جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة